المسجد الأقصى أرض آمنة لا يجوز أن تسفك فيها الدماء والأولى بإقرار هذا القانون الإلهي فيها هم المسلمون لأنهم يرفضون توظيف الدين لصالح السياسة ويرفضون أن يستخدم الدين لقتل الناس وقد أورثهم الله تعالى هذه الأرض الآن وعلينا جميعا أن نسعى إلى الدفاع عن المسجد الأقصى لأنه بلد أمان مصدر أمان لهذه البشرية لا يجوز أن يفرط في هذا المسجد العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نشكر فيه جردة الرؤية على تنظيم هذه الأمسية نتضامن فيها جميعا مع قضيتنا الكبرى القضية الفلسطينية التي نأسف على الدمار الذي يحصل فيها وعلى الانتهاكات للشعب الفلسطيني العظيم الذي يقاومه من أجل استرداد أرضه وماذا عسانا أن نقول سواء نقدم هذه الكلمات التي نشعر من خلالها أننا متضامنون على الأقل على مستوى الشعور القلبي ونبذل جهدا في أن نكون مستضامنين أيضا على مستويات أكبر من هذا أريد أن أقدم هنا مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع أولا هي ليست القضية الفلسطينية فقط هي القضية الإنسانية كاملة نحن أمام كيان غاصب ورم سرطاني يسعى إلى أفساد الحياة البشرية يسعى إلى قلب الطاولة على المجتمع المسالم الذي يسعى إلى التطوير والتنمية والنماء هذا الكيان الغاصب جاء فقط ليعيد مرة أخرى مسلسل العنف إلى هذه الحياة العنف الذي أراد الله تعالى له أن ينتهي من هذه الحياة من خلال الرسل من خلال الأديان اليوم يعود مرة أخرى في أبشع صوره ولذلك عندما نتناول نحن القضية الفلسطينية نتناول هذا القيانب بشكل واضح الكيان الصهيوني الغاصب جاء ليعيد مسلسلات العنف إلى هذه البشرية لاحظوا جيدا أن الدين يستبقى الحياة ويدعو الإنسان إلى أن يكون حيا يمارس حياته كما يريد من غير أن يعتدي عليه أخوه الإنسان فضرب الله تعالى لنا مثالا على الطبيعة التكوينية للإنسان عندما يتخلى عن الدين بابني آدم أحدهما يستخدم الدين لاستبقاء الحياة والثاني يستخدم التحالف مع الشيطان والنفس لإزهاق الحياة قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لكن ماذا حصل؟ الرجل كان منحازا إلى الشيطان والهوى والنفس فقتل فطوعت له نفسه قتل أخي إذن فالدين دائما يحرص على بقاء الحياة الذي فعله الكيان الصهيوني الغاصب الآن أنه وظف الدين أيضا للقتل وهذا خطأ عظيم هذه قريمة في حق الدين الدين أي كان الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى أن نستخدم هذا المصطلح على تجوزا الكل يدعو إلى بقاء الحياة ففي الصين مثلا عندما كان العنف على أشده بين التشي والسونغ والتشو وجين وغيرها هذا المعارك الشرسة التي أبادت أعدادا هائلة من البشر يظهر كونفوشيوس ليدعو إلى السلم والأمان ويستخدم النظام الأخلاقي من أجل أن تحافظ البشرية على هدوئها وعلى استقرارها ولذلك مثلا مملكة سونغ بدأ من شدة حصار المملكة تشي بدأ الناس يأكلون أبناءهم فإذا هذا جاء لأن تبقى الحياة فالدين يدعو دائما على اعتبار لو قلنا أن كونفوشيوس جاء وله صلة بالسماء لكن لنقول أنه نظام أخلاقي جاء ليستبقى الحياة مثل ذلك أيضا في القرى الهندية عندما كان العنف على أشده وكانت الطبقة الأورستقراطية تسعى انطلاقا من الطبقية إلى إبادة البشرية يأتي بوذا مثلا ويدعو الناس إلى الهدوء والاستقرار والراحة لكن ما الذي حصل الآن؟ هذه الأديان التي جاءت من الأساس تدعو الإنسان إلى أن يستقر وإلى أن يستخدم الجانب السلمي بدأت تتحالف مع السياسة بدأت السياسة توظفها لصالحها من أجل إعادة مسلسل العنف والقضاء على البشرية من جديد ومن الخطأ العظيم أن يتنازل أهل الدين عن مبادئهم وأخلاقهم ودعوتهم لينضموا إلى الساسة لأنهم إذا كان يراد منهم أن يدعوا البشرية إلى حقن الدماء يصبحهم دعاة حقن الدماء فأنتم لاحظتم ماذا حصل في بورما مثلا من أمار كيف تحالفت البوذية التي تدعو إلى الهدوء والاستقرار والأمن مع السياسة لقتل الروهينغا وأيضا فعلت مثل ذلك مجموعات بشرية متدينة الآن الذي يحصل في فلسطين نتنياهو يتحدث أنه يقتل الناس باسم الرب يقول نحن نعيش في النور وهم يعيشون في الظلام في سفر إشعية وفي أسفار أخرى أبيد العماليق أبيد كل من تحت السماء لا تدعو لهم طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا دابة ولا حمارا ولا بقرة ما هذا إيريل شارون عندما ارتكب الجريمة البشعة في صبر وشتيلة ماذا قال؟ قال هكذا قالوا لنا في سفر إشعية أبيد عماليق وكل من يتصل بهم إذن اليوم القتل باسم الدين الدين فقط يوظف للأسف يتحالف مع السياسة لقتل الناس إذن قريمة الصهيونية اليوم أنها أعادت تحالف الدين والسياسة من جديد لقتل البشرية فنحن محتاجون إلى عادة الحياة إلى طبيعتها أن يكون الدين داعيا إلى السلم حادا من غلواء السياسة مانعا لها من أن تذهب بعيدا في قتل الناس ولذلك كان القادة المسلمين اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون الفاتحين إلى أن يستثنوا الرهبان الذين يكونون في صوامعهم يعبدون الله لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته لماذا؟ لأن وظيفة الراهب في الأساس أنه يدعو إلى حقن الدماء ونحن نجد اليوم أصواتا في الكيان الصهيون الغاصب أصوات من الحرديم مثلا كما نجد تسي فريدمان أو نجد ديفيد فيلدمان هؤلاء يستنكرون هذه الصهيونية البشعة التي تقتل الناس وتسلب الحقوق الفلسطينية فإذن هناك لا تزال قلوب تنبض باسم الدين تدعو إلى حقن الدماء فإذن خطر الصهيونية اليوم أيها الإخوة ليس فقط في غزو فلسطين وفي احتلال أرض فلسطين وفي احتلال الأقصى خطرها في أنها توظف الدين في قتل الناس وأينما وظف الدين في قتل الناس معنى ذلك أن العدالة قد انتهت من هذه الحياة وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان آمنا هذا الملحظ الأول الملحظ الثاني أن المسجد الأقصى منطقة أمان لهذه الحياة الله تعالى كما أرسل الدين لحفظ حياة الناس وأمنهم جعل بقعا مقدسة أراضي مقدسة مناطق مقدسة يحرم فيها سفك الدماء إنها ما هو أفئدة الناس إنها منطقة الأمان فالمسجد الحرام جعله الله تعالى آمنا ربي جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا قال الله تعالى هكذا ربط الله تعالى المسجد الحرام بالمسجد الأقصى لأنه أيضا منطقة آمنة ولذلك إبراهيم عليه السلام يفر من صلف البابليين وطغيانهم إلى أين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فالمسجد الأقصى وما حوله منطقة مباركة يفر بنو إسرائيل أنفسهم من مصر إلى أين من طغيان فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قائلون يفرون إلى أين يفرون إلى الأرض المقدسة من أجل أن يطلبوا الأمان لكن للأسف الشديد تنكبوا الطريق فلم يسلكوا الطريق التي أرادها الله لهم فحرموا من أن يدخلوا المسجد الأقصى ولبثوا في أريحة الآن يطالبون بتاريخهم أين تاريخهم؟ إبراهيم عليه السلام الأب الأكبر لهذه الأسرة لأسرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام جاء من العراق أصلا وذهب إلى فلسطين ليجد الأمان قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين وهؤلاء فروا من مصر من أجل أن يجدوا الأمان فإذن اليوم يأتون إلى فلسطين من أجل أن يقتلوا أهلها ويسلبوا أراضيهم يقتلوا الأطفال والنساء ويقولون نحن أحق بهذه الأرض أنتم بأي طريق بأي وجه بأي منطق أحق بهذه الأرض أنتم جئتم لتقتلوا الناس لتخرجوهم من بيوتهم لتقتلوا أطفالهم ونساءهم فإذن المسجد الأقصى أرض آمنة لا يجوز أن تسفك فيها الدماء والأولى بإقرار هذا القانون الإلهي فيها هم المسلمون لأنهم يرفضون توظيف الدين لصالح السياسة ويرفضون أن يستخدم الدين لقتل الناس وقد أورثهم الله تعالى هذه الأرض الآن وعلينا جميعا أن نسعى إلى الدفاع عن المسجد الأقصى لأنه بلد أمان مصدر أمان لهذه البشرية لا يجوز أن يفرط في هذا المسجد العظيم وقد اختاره الله تعالى ليكون أرضا مباركة حتى مسألة السفر إليه يجب أن يكون آمنا ملكة سبأ أو مملكة سبأ كانت مملكة عظيمة جدا تكاد تفوق ما توصلت إليه البشرية اليوم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني فلسطين قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين يعني حتى الوصول إلى البقعة المباركة يجب أن يكون في أمان وقد هجأ الله تعالى البشرية لتبني حضارات من أجل أن تمهد لهذا الأمان من أجل أن تجعل مسارات آمنة إلى مكة ومسارات آمنة إلى المسجد الأقصى ما يفعله الكيان الصهيوني الغاصب اليوم أنه أعاد تعريف هذه المفاهيم من جديد لتكون وفق رؤيته للحياة يريد أن يقتل يريد أن يسلم يريد أن يحرم الناس من حياتهم فهذا خطر الخطر الثالث وأنا أختم إن شاء الله حتى لا أخذ الحديث كاملا أن الكيان الصهيوني الغاصب كيان قاتل كيان جاء لإزهاق أرواح البشرية باسم الاستخبارات الموساد يقتل في كل سنة ما يقرب من أربعين ضحية يعني حسب ربما قرأتم كتاب يعني جواسيس جدعون ما أبقوا أحدا إلا وصفوه يقتلون الناس من غير يعني لا يلتفتون إلى أي جانب أخلاقي أو ديني لا يقتلون المسلمين فقط والمقاومين في فلسطين يقتلون كل من يرى أنهم لا يستحقون أنهم لا يستحقون فلسطين وكل من يساعد أولئك الذين يطالبون باسترداد فلسطين وما زنجبار عنكم ببعيد يعني زنجبار سلطنة زنجبار سقطت بسبب هذا الكيان الصهيوني الغاصب عندما تصلطوا عليه لأن رئيس الوزراء محمد شامتي قال بأنني أستنكر الصهيونية وأقف مع الشعب الفلسطيني فقط لمجرد أنه أعلن وقوفه مع فلسطين قاموا بإنهاء مملكة سلطنة زنجبار كاملة وفعلوا ذلك اغتالوا القيادات الفلسطينية من جميع الجبهات من الجبهة الشعبية من منظمة التحرير من حماس اغتالوا يعني كما يقول صاحب كتاب قواسيس قدعون اغتالوا الملكة الديانة الأميرة الديانة اغتالوا مجموعات شخصيات كبيرة اغتالوا البابة حاولوا اغتيال البابة أيضا لأنه لم يعترف بإسرائيل هذا هذا كيان مجرم أيها الإخوة يعمل على تصفية الجسد البشري لا يفتح بابا للحوار أو النقاش أو استبقاء الحياة تحت مضلة الحوار والتفاهم لا هذا إذن بجهازه الموساد خطر على البشرية كلها وأكثر من أبادهم وقتلهم هم المسلمون المكافحون المجاهدون في فلسطين يعني أنتم ربما على ذراية ومعرفة بأن جميع الذين كانوا مقاومين يعني ليس فقط ضد الكيان الصهيون الغاصب بل ضد المستعمر يسعى هو الموساد إلى تصفيتهم ليقدمهم قربانا إلى الدولة كما قتلوا شامل بايف ربما النطق عندي شوية صعبة فيه بسيف وقتلوا أشخاص عمر إسرائيل وقتلوا أشياء لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتقربوا مثلا إلى روسيا يعني عندما أتوا بمحمد آغاقة ليقتل البابا يوحنى اللويس الثاني من أجل أن يعترف الفاتيكان بالكيان الصهيون الغاصب فيفعلوا أعمال إجرامية كثيرة جدا إذن البشرية اليوم لتعلم أنها لن تستقر ولن تحصل على الأمان ما دام هذا الورم السرطاني موجودا وإذا كانت أمريكا والعالم الغربي يريدون لهم أن يبقوا من أجل أن يحققوا لهم مصالحهم فإن كثيرا من الكتابات تقول أنهم مرغمون رغم أنوفهم على بقاء هذا الكيان الصهيون الغاصب لأنهم سيطروا على تجارة المال كله تجارة الأسلحة تجارة القطارات تجارة الأدوية تجارة حتى في ما يسمى بغسيل الأموال هم يتحكمون فيه يتحكمون في كل شيء جورج بوش عام 2008 يلقي خطابا في الكنيسة يقول يطلو كلمات من سفر أشعية لا بد أن ننتصر لعماليك جورج بوش وهذا النصراني الذي لا يؤمن بل هو بينهم وبين اليهودية تاريخيا خصا فمعنى ذلك أننا الآن العالم كله ليس فلسطين فقط واقع تحت قبضة هذا الكيان الصهيون الغاصب فعلينا جميعا أن نتكاتف مع الإنسانية الحرة إلى إنهاء هذا الوجود الخبيث في هذه الأرض التي أقلق الحياة سلب رونق الدين الذي يدعو إلى الحياة وسلب الأمان من الأراضي المقدسة المباركة وأيضا يتبع سياسات الإغتيال فالبشرية كلها على موعد بالموت مع هذا الكيان الغاصب نسأل الله تعالى السلامة والرحمة وأن ينصر الله تعالى المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وشكرا لكم ومبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد العالمي